مسائل خير، الست لو اتطلقت هل من حقها تتجوز تاني؟ يمكن الإجابة تبين أن هي سهلة وبسيطة، أه طبعاً من حقها بس في قصة نجلاء بطلة حلقة النهاردة كانت الإجابة مختلفة شوية تيجو نسمع القصة من أولها ونشوف نجلاء بعتها تقولنا إيه؟ اسمي نجلاء وعندي 22 سنة لما كان عمري 15 سنة اتقدم لي حد من البلد وأهلي وفقه كنت لسه صغيرة مش فاهمة أي حاجة بس فرحت فرحت لما قالوا لي ألف مبروك يا نجلاء كبرتي وبقيت يا عروسة ما شاء الله وجالك عدلك كنت زي أي بنت بتحلم بالفرح والفستان لبيض مع ابن الحلال وإحنا بلدنا الأرياف البنات فيها بتتجوز صغير ويوم ما تقرب من العشرين وهي لسه مش متجوزة أو مخطوبة يبقى في حاجة غلط اتخطبت ثلاث شهور وبعدها اتجوزت على طول في بيت عائلة وعلى طول حصل حمل في تاني شهر وفي الشهر الرابع حصلت مشاكل كبيرة بيني وبنجوزي وأهله لأنه على طول بيشرب مخدرات بدأ يشتمني ويبهدلني هو وأمه ويوم ما كنت أطلب منه أي حاجة كان يقولي طلبيها من أمي أنا مليش دعوة في الوقت ده جوزي وأبويا كانوا متخنقين لأنه كان فيه اتفاق ما بينهم أني هكمل دراستي بعد الجواز بس جوزي رجع في كلامه وقال لأبويا مش هقدر أصرف عليها وعلى مدرستها بعد شوية زادت المشاكل فروحت بيت أبوي لحد ما جي جوزي مع أهله وصلحوني قبل عيد ميلادي بشهر وروحت معاه بس فضلت المشاكل مستمرة رغم أني كنت حامل كنت محتاجة للراحة والاهتمام بحكم أن سني صغير المهم عدت شهور الحاملة علي بمشاكل وتعب ما يعلم بيها لربنا وربنا رزقني بأحلى حاجة في الدنيا ابني مالك بس فرحتي ما كملتش لأننا ما كناش عارفين نطلع له شهادة ميلاد بسبب أني اتجوزت تحت السنة القانونية قصة معقدة جدا من كل النواحي أنا جلق اتجوزت بدري أو جواز مبكر زوج بقى بيشرمه خدرات رافع إيده من مسؤولية البيت شايل إيده من كل حاجة رافض أن أنت تكملي تعليمك وحتى ابنك مش عارفة تطلعي له شهادة ميلاد كل ده بيحصل معروسة جديدة سنها يدوب 15-16 سنة اللي جاي بقى يا طرها تسمعوا في إيه؟ تعالوا نكمل بعد ما ولدت بحوالي 15 يوم حصلت مشكلة كبيرة جدا بيني وبنجوزي وسبني ونزل القاهرة في سفرية شغل سافر من هنا وأمه مسكتني من هنا كل شوية تلقيح كلام وجر شكل كل شوية تسمم بدني بالكلام وفي الوقت اللي كنت محتاسة فيه بمالك ولسه ما عنديش أي خبرة بتربية العيال وضعفانة اضطريت إن أرد عليها من غلبي وقهرتي وليه وليه أرد على حمايتي اتصلت بقى على جوزي قالت له تعالى شوف مراتك أنت أصلك مش راجل مرتحتش غير لما رجع من السفر وضربني قدامها عشان خطر يراضيها فحلفت إني مش قاعدة له في البيت وروحت عند أهلي قعدت عندهم خمس سنين ونص ما سألش فيهم على ابنه خالص هو الرقم اللي أنا سمعته ده صح؟ خمس سنين ونص تخصمين أو متخانقين ما سألش على ابنه في حاجة غريبة صح؟ تعالوا نكامل جوزي يا سيلي خد الموضوع عند بدل ما يحاول يراضيني فجئت بي بيعمل تصرفات ما كنتش أتوقعها زي إنه رفض إنه يكتب ابنه بالعند فيه وبعد فترة بعث لي إنذار عشان يطلبني في بيت الطاعة قعدنا في مشكل وخلافات في المحاكم طول السنين دي كلها وأنا كنت رفضة أرجع له مهما كان وعشان ما بقاش حمل تقيل على أهلي نزلت أشتغل عشان خاطر أعمل لابني كل اللي هو عايزه وأجيب له كل اللي نفسه فيه كنت أنا بالنسبة له الأم والأب والدنيا وما فيها والولد بدأ يكبر وبقى ابني وأخويا وصحبي وكل دنياتي وأنا كمان كنت كل حاجة بالنسبة لي لدرجة إنه ما كانش عارف مين أبوه أصلا كان بيقول لأبويا يا بابا وبعد ما تعبنا في المحاكم وتبهدلنا وعد علي أكتر من خمس سنين ولاد الحلال قالوا تقعدوا أبويا يا ترجعي يا ترجعي الجوزك يا ترجعي الجوزك تاني يا تتطلقي وتكتبي تعهد إنك هتتنزلي عن ابنك لو فكرت تتجاوزي تاني وأبوه هو اللي يأخده كل الناس ضغطوا علي بما فيهم أبويا والمحامي بتاعي وكل الناس اللي كانت موجودة حتى المشايخ اللي كانت قاعدة ضغطوا علي هم كمان فقلت لهم أنا مش هرجع له تاني مستحيل ومضيت مضيت إنه لو اتجوزت هو ياخد الولد كنت فاكرة يا سيلي وأنا بمضي إن قلبي عمره ما هيدوق تاني وقلت هعيش اللي باقي من عمري لابنه بس وهعوضه عن كل اللي شافه بس للأسف أنا برضو بني قدمة من لحمه دم حرفت على حد محترم وابن حلال صحيح كان أكبر مني في السن بس حبني حبني على كل ظروفي وقبل بيا وبابني وقال إنه هيعمله زي ابنه بالزبط وقلت أكيد طاليقي مش هيقدر يتحمل مسؤولية الولد ويسيبني أربيه وفعلا اتجوزت لكن اللي حصل بعد كده إن طاليقي وأهله خدوا مني مالك ابني حبيبي ونور عيني يوم ما اتخذ مني كان أصعب أيام حياتي بسبب اللي عمل وقتها كان فاكر إن الناس غريبة بتخطفوا من أمه ودلوقتي أنا متجوزة بقالي مدة الحمد لله ربنا عوضني بكل خير عن كل اللي حصل لي وجوزي بيعاملني معاملة ما كنتش أحلى بيها بس مش مرتاحة طول ما مالك ابني بعيد عني خصوصاً إن طاليقي وأمه بقوا بيعصوا علي لما بتصل بيه يقولي على طول أنا زعلان منك مش عايز أكلمك متخيلين؟ بعد ما تعبت حرمت نفسي وكبرت وربيت كنت بيجيب له اللعب والهدايا وكل سنة بعمله عيد ميلاد ما حصلش ابني عارف ينساني في كام شهر بس ودلوقتي أنا قلبي بيتقطع عليه لبسه ما بقاش زي الأول ولا نضفته بقت زي الأول حتى شعره اللي كان ناعم وطويل أبوه الصهوله عشان يكسرني وكل ما شوف ابني متبهدل وحاله متبهدل كده نفسي تتعب أكتر وأكتر في الأول لما كنت قاعدة في بيت أبويا كانت الناس مش سايباني في حالي وكل شوية يتكلموا علي ويقولوا هي عايزة تفضل قاعدة كده على قلب أبوها ومتتجوزش ولا إيه زنبه إيه أبوها في الغلب ده كله ودلوقتي لما تجوزت برضو بيتكلموا علي ويقولوا سابت ابنها ورح تتجوز هو أنا كده ظلمت إيه بني فعلا أنا ظلمت إيه بني يا سالي ولا أنا وهو ضحية ومظلومين قولوا لي أعمل إيه منيجي بقى عنده قولوا لي أعمل إيه ولازم نشوف حل لحد هنا خلصت الرسالة اللي بعاتتها نجلق رسالة صعبة جدا وبتهيقلي دي مشكلة ستات كتير قوي يا طرى بقى الست لما تكتشف إن الجزها ما يتعشرش يا سيدي ما بقيتش أحبك يا سيدي مش شايفك الحلم أو الراجل بتاع زمان تعمل إيه بقى لو في عيال بينهم أو تطلقت منه تعمل إيه غالباً هيرملها العيال وخلاص هو تطلق العيال معاها مصرفش عليهم رح يعيش حياته بقى وتسمعه عنه بقى إيه قصص لكن لو فكرت تتجاوز تاني باعتبرها إن هي إنسانة من حقها تحب من حقها تبقى مع راجل يصنها يظهر بقى الطليق يمساكع من إيه اللي بتوجعها يقولها إيه أنا هاخد عيالي مش هسمح لراجل غريب بأنه هو يربيهم يا ما شفنا كتير قوي بيرفعوا قضية حضانة ويقول لك إيه أصلنا هربيها بص مش هخليها مرتاح طب إيه الحل أسئلة كتير قوي في حكايتك يا نجلق ونحاول نجاوب عليها بس بعد الفاصل استنونا